بعد أن خلف عددا من القتلى ودمارا كبيرا في الفلبين تحرك الإعسار مانغوت صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية ما أدى إلى حدوث عواصف وفيضانات عنيفة وهطول تساقطات مطرية غزيرة مانغوت الذي يعد أقوى إعسار استوائي يصيب المنطقة هذا العام حامل رياحا قوية تجاوزت سرعتها الثلاثمائة كيلومتر في الساعة في بعض المناطق ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلسي وتحسبا لوقوع خسائر في الأرواح بهونغ كونغ وبالسواحل الصينية تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة كما تقطعت السبل بعشرات ألاف المسافرين في عدد من المطارات بعد أن ألغيت مئات الرحلات الجوية أيضا تم تقليص وسائل النقل العام بالإضافة إلى إغلاق الموانئ ومصاف النفط والمنشآت الصناعية في المنطقة وحسب مسؤولي الأرصاد سيتحرك هذا الإعسار صوب الشمال الغربي حاملا معه رياحا وأمطارا غزيرة قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي ويصل إلى مناطق جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء المقبل مانغوت قبل أن يأخذ وجهته الجديدة مرة على الفلبين وهناك خلف ما لا يقل عن 25 قاتلا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية بمناطق جبلية كما فقد 13 شخصا على الأقل ترجمة نانسي قنقر